بريخ رامشو مساء الخير نحن وياكونا ومشاهدينا ننطلق ببرنامج بكل حرية هالبرنامج السياسي الأسبوعي حتى نقول أنه قبيل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى بيروت وهو القادم لإحياء ذكرى ولادة لبنان الكبير على يد بلاده بالعام 1920 هل رح يشهد لبنان اليوم بعد مية عام على ولادة جديدة بتعيد دوره الفاعل على الخارطة الدولية؟ وقبيل ساعات أيضا من هالزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي شهدنا على دعوات متتالية بدأت مع غبطة البطريالك الماروني مربشارة بطرس الراعي بإقرار نظام الحياة الناشط لتأمين الاستقرار وبعد دعوة رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى أعلان دول مدنية وكان سبقوا أعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تأييد دعوة الرئيس ماكرون إلى عقد سياسي جديد ولكن بشرط أن يكون برضى كل أطراف الشعب اللبناني فهل حسم يوم الاستشارات النيابية الملزمة نتيجته مسبقا بعد أعلان رؤساء الحكومات السابقين وتأييد غالبية الكتل النيابي ترشيح السفير مصطفى أديب سفير لبنان في ألمانيا لتكليفه تشكيل الحكومة ففيما كان لبنان عم يتحضر لاستقبال المئوية الأولى للبنان الكبير بالعودة للأسس والمبادئ اللي نشأ عليها إلا أنه استقبلها بدم وبدموع بيروت العاصم المنكوبة فهل تغيير ممكن رح يكون إذا ما بلش من رأس الهرم وإذا ما تحسب كلمين سلم هالوطن بعيدا كل البعض عن الانتظام بعمل المؤسسات والتمسك بالشرعية وإعادة لبنان لحضن الشرعيتين العربية والدولية والمباشرة بالإصلاحات وعلى الأقل محاولة إنقاذ ما تبقى اليوم البطراركية المارونية ناضلت وبلغت إلى ولادة دولة لبنان الكبير واليوم ما رح تقبل بتسويات أو مساومات على حساب جوهر الكيان اللبناني فهي والشعب واحد كما ذكر البطريرك في رفض كل ما هو مشبوه وكل ما يحفظ رسالة لبنان وكل ما لا يحفظ رسالة لبنان ودوره وهويته في هذه المنطقة من العالم هالكلام لسيد بكركي اللي منضم اليوم صوتنا إلى صوته بموضوع السلاح الواحد في عهدة الدولة اللبنانية وعدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليميا ودوليا ضمن اليوم هالبرنامج السياسي بكل حرية خلونا مشاهدي سرويو تيفي الفضائية نرحب بضيفنا مثل العادية اللي عم يستقبلنا داخل مكتبه حضرة المحامي إلي محفوظ هو رئيس حركة التغيير الله معك أهلا فيكم اليوم ملفات ساخنة واشهدنا على هالإسم اللي طرح مؤخرا لتشكيل الحكومة اللبنانية بداية الناس يعني اسمح لي استاذ إلي اسألك كيف بتقرأ كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اللي أعلن فيه عن الاستعداد للبحث بعقد سياسي جديد مع اللبنانيين كل مرة بيحكي فيه السيد حسن نصر الله بملفه معين بنشوف من بعده أنه معظم الأطراف معظمهم بشدد على عبارة معظمهم بيمشوا بركاب ما يطرح هذا الرجل مع ما يملك من معالم قوة وسيطرة من خلال ميليشيا اسمها حزب الله تسيطر على كل شيء في لبنان على كل المؤسسات في لبنان على كل مفاصل السلطة في لبنان من الواضح أنه أطلالته الأخيرة كانت إشارة بإطلاق سفارة القطار تشكيل الحكومة الجديدة تفاصيل ما يقوله حسن نصر الله يتطابق مع المصالح الإيرانية بالمنطقة وبلبنان المفترض فينا نحنا كلبنانيين كسياديين كرافضين لهذه الحالة الشازة اللي اسمها ميليشيا حزب الله أنه ما نتوقف كل مرة عند ما يقوله حسن نصر الله لأنه للأسف صايرين أصحاب ردات فعل وليس أصحاب الفعل وصاحب الفعل هو من يملك الأمرة ويملك السلاح واللي بيملك كل القرارات بالدولة مش بس الحرب والسلم يعني على سبيل المثال الحصر بيقدر يقتل رئيس حكومي بيقدر يقتل ضابط بالجيش مثل ما عمله بسامر حنة وتمرق الأمور بشكل هيك كتير بسيط بس بدي هيك توقف عند مزحة قال السيد حسن نصر الله مش بخطابه الأخير قبل الأخير وقتل بيقول أنه أنا ما بعرف شو عم بيصير بمرفق بيروت ويمكن بعرف شو بيصير بمرفق حيفا أكتر ما بعرف شو عم بيصير بمرفق بيروت طبعاً هده فيه كتير تسخيف لعقول اللبنانيين لأنه كل الشعب بيعرف وكل الناس بيعرف القاسي والداني بيعرف بأنه لا تسقط شعرة أمنية بلبنان إلا ما يكون يعلم بها هذا الرجل وبالتالي لا يا سيد حسن نصر الله أنت مش بس بتعرف شو عم بيصير بمرفق بيروت أنت بتلعب بمرفق بيروت وتتلاعب بما يجري بمرفق بيروت وبغير المرافق بمطار بيروت الدولة هلأ طبعاً الكلام بأنه من بعد هذا الانفجار تحول المسار بمرفق بيروت وأخرج حزب الله من المرفق بس مش كل مرة بدنا نخرج حزب الله من مرفق بدنا نعمل نصف مليون ضحية لبنانية لحتى نقدر نرفع هذه الهيمن للأسف يعني حتى هالتسخيف لقضية انفجار المرفق يعني وعودة الحياة إلى طباعتها خصوصاً عم نحكي على صعيد الزعمة والرؤساء السياسيين في هذا الوطن يعني للأسف وكأنه جريمة عادية مرت مرور الكرام استاذ إلي يعني أيضاً منشوف كلام نصر الله تلقف كلام سابق للرئيس الفرنسي ماكرون يلي بيعيد طرح المشروع القديم لحزب الله ويدعو لتعديل اتفاق الطائف وأحلال المتيلة بدل المناصفي بقى شو قراءتك لهالطرح وعن أي عقد سياسي جديد يتكلم نصر الله للجواب على هذا الموضوع بدك ترجع إلى أساس قيامة حزب الله ونشأة حزب الله وبدك تقري دستور حزب الله يلي هو يدعو إلى أقامة جمهورية إسلامية في لبنان انطلاقاً من العقيدة الفقهية انطلاقاً من الارتباط العضوي بولاية الفقهية هيدا العقيدة وهيدا الفكرة وهيدا الدستور وهيدا الكيان وهيدا المبدأ يلي بينادي فيه حزب الله طبعاً هذا المسار يلي بلش من سنة الخمسة وثمانين وبعده لليوم بطريقه اصطدم بكتير من العقبات السياسية شيء إقليمي وشيء محلي وشيء دولي مش وقت هلأ نقعد نفصلها ولكن بنهاية المطاف وصل لأناعة حزب الله انه أنا هلأ أو بعدين بدي سلم سلاحي وصل لأناعة حزب الله انه أنا هلأ أو بعدين بدي اتراجع أو أنكفق عن الإمساك بكامل مفاصل السلطة في لبنان وبالتالي أنا بدي تمن مقابل هذا السلاح شو هو التمن؟ أنه أنا بسلم سلاحك بس بدي تعديلات بالدستور هلأ آلية هذه التعديلات بعدها مش كتير واضحة وأنا باعتقادي أنه موضوع المثالة يعني هو شعار كتير كبير لا يحصل على ما يبتغيه من خلال ما يطرحه اليوم بموضوع تعديل الدستور يعني ما نتفاجأ إذا بكرة طلبوا مثلا على سبيل المثال للحصر أنه نستحدث مثلا منصب شيء اسمه نائب رئيس الجمهورية وأن يقول إلى شيعي ممكن يطلعوا بنغمة أنه خي رئيس الجمهورية مارونة وقائد الجيش مارونة ورئيس مجلس القضاء الأعلى مارونة وحاكم مصر في لبنان مارونة وبالتالي تععوا لنشوف خي أنتوا قديش عددكم شو بيطلع لكم والخوف أنه بكرة يتحكوا علينا أنه خي خلوا لكم رئيس الجمهورية خلوا لكم رئيس الجمهورية على طريقة أنه الرئيس يملك ولا يحكم وعلى طريقة أنه منعطل مسار الدستوري اللي هو علاقة بانتخابات الرئاسة ونقعد سنة وسنتين وثلاث سنين ومنجيب البدنية وبالتالي مش بحاجة للمتالة حزب الله اليوم بعكس ما كتر عم بيقولوا بيعدل الدستور وبيروح على إصلاحات داخل الدستور لا يعزز موقعيته بالدولة وبالسلطة لأنه هو اليوم يمسك بالسلطة بس يمسك من مصدر القوية اللي بيملكه يعني اليوم بحسب ما عم تتفضل وتقوله استاذ إلي يعني فينا نعتبر أنه من خلال اتفاق الطائف الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية هي تداعيات أو مسار أو مخطط فينا نعتبر استراتيجي للي وصل لأله اليوم حزب الله في لبنان شوفي بالرغم من أنه الطائف في كتير من الشوائب وأنه تقاتوا بحاجة لتشذيب مثل ما منشذب الشجرة لو أحسنوا المسيحيين وتحديداً لموارنة صيانة الطائف وحافظوا على وجودهم الحر مثل ما لازم وحافظوا على الكيانية والحرية اللي بيتمتعوا فيها لأنه شو قيمتهم وشو حضورهم غير بحريتهم وفي كلام للراحل بطرق سفير بيقول أنه بين الحرية والعيش المشترك نحن بنختار الحرية وبالتالي المسيحيين مسؤولين عن هذا الترهل اللي حصل عندهم وبعضهم عم براكموا بالأخطاء التاريخية اللي عم تحصل طبعاً بيطلع حالات بيطلع ناس بيطلع قادي بيطلع بعض الأحزاب مثل اليوم مثلاً بالاستشارات تميزت القوات اللبنانية بتغريد خارج السرب وأنا معاً بك شوف سر ماكرون بيتصل مرتين أو ثلاث مرات بسامير جعجا خلال 48 ساعة الماضية وبالمونة أنه لحتى يروحوا إلى تسمية السفير السفير اللبناني بألمانيا طبعاً جواب القوات اللبنانية صدر اليوم من قصر بعبدو وأعلنوا تسمية السفير نوف سلم ليش برأيك تم الاتفاق على هذا الاسم وماذا بعد يعني اليوم هل أخدوا الإشارة الحمرة الضوء الأخضر لينطلقوا ويبتوا قبيل ساعات من وصول الرئيس الفرانسيون شوفي بالمحصلة حتى ما كتير يعني يفوت بالتفاصيل الأمريكي اليوم دخل في مرحلة الانتخابات الأمريكية وبالتالي سيغيب العامل الأمريكي من هلأ إلى تشين التاني لأنه دخل بمعركته الانتخابية وكلنا بنعرف أنه هذه المعركة بتاخد جهد كتير كبير بداخل الإدارة الأمريكية الفرنسي يرد على التركي على أرض لبنان هلأد القصة محصورة هون واليوم عرفنا ليش من أسابيع لمضى كنا عم نسمع أنه في عناصر مسلحة تركية بطرابلوس أنه في أصليين بطرابلوس أنه الأتراك عرضوا يعطوا الجنسية على بعض من بيعتبرون يعني من أصول تركية طبعا هذا الإعلام الأصفر اللي كان عم بيروج لهذا الموضوع توتر التركي الفرنسي أوصل إلى تسمية هذا الرجل هلأد يعني دفعنا نحن التمن لأنه يعني هذه خلفية هالموضوع طبعا هذه الحماسة الفرنسية خاصة أنه ماكرون بوضعه الداخلي بفرنسا يرسله اقتصاديا وضعه تعيس سياسيا وضعه ما بيسوى شعبية ماكرون إلى تراجع وبالتالي يعني ما بقوله باللغة النحوة وجد ضلته بالسحة اللبنانية يعني كمان اليوم إذا منرجع إلى كلام بكركي اللي بيمثل لبنان الكيان ولبنان الإنسان اليوم سقف بكركي بمطالبة الدولة بلم السلاح المتفلت وضبط كل سلاح تحت إمرت الجيش اللبناني والقرار السياسي فعلا هو سقف جريء وكلام حر ضمن معادلة أساسية كمان كيف تشوفوا هالموضوع بدي أتمنى بالأول يضل البطرق الراعي على هذا المسار ما يصير في أي تراجع عن هذا السقف اثنين لا يكفي أن تكون بكركي وأن تقوم بكركي بما تقوم به وتبقى لحالة ونتركها يجب أن تحصل مواكبة للمسار البطرياركي اللي عم بيخوضه البطرق الراعي وبالتالي على القوى يلي تؤمن بنفس بكركي وبمبادئ بكركي وبالطروحات يلي طرحها البطرياركي الراعي أكان بموضوع الحياد أو بموضوع السلاح أنه تتكوكب من أول وجديد وللأسف بدي أقل لك هوني القادة المسيحيين متلهين بخزعبلاتهم وبالنطنطة طبعهم وبلعبة الجلجلة طبعهم وأنا معظمهم بشوفهم وبيطلعوا وبيتنطحوا على التليفزيونات وبيعيروا بعضهم وبيع أقوى من بيك على طريقة بيع أقوى من بيك في حين أنه مركب يغرق وإن لم نتدارك ما يحصل نوقف كلنا حد بكركي لأنه بكركي لحالة ما رح فيها تكمل طب اليوم شو المطلوب مسيحياً عم نحكي من الأحزاب المسيحية من التيارات السياسية المسيحية ومن الحركات يعني اليوم أنتم أيضاً تشاركون بهذه يعني خليناً نقول الحملة لنهضة لبنان شو المطلوب أكتر لتثبيت لبنان على الساحة السياسية عم نحكي مسيحياً أول شي بدون يقعدوا مع بعضهم الشباب لأنه التباعد اللي حاصل بين بعضهم بشوف في لغة في لغة نعمة سياسية على بعضهم في عتب على بعضهم هلأ هيدا الزمن ما أنه زمن لا عتب ولا مزيدات على بعضنا البعض اثنان من بعد ما يقعدوا بدون يحددوا شو هي الأولويات بدون يسألوا حالهم المسيحيين شو المطلوب بدون يطرحوا عنوين جديدة شو كانت أهمية المسيحة بلبنان وبالمنطقة كان مقدم المستشفى كان مقدم المصرف كان مقدم المدرسة كان مقدم الجامعة وكان عامل هيدا اللي بيسموه التكاملية الإسلامية المسيحية طيب اليوم أنت خسرت كل هول شو عندك تقدميه؟ شو قيمتك؟ ليش كان الغرب يتطلع فيك؟ ليش كان العرب يتطلعوا فيك؟ ويقولوا أنه لبنان بلا مسيحيه يفقد جوهر حضوره وحقيقة رسالته طيب اليوم إذا كل هذه المؤسسات أفتقدنا له واللي ما تدمر مبارح أو بالعامل الاقتصادي دمرناه بإيدينا من خلال الإفلسات الطوعية وأنا بسميها إفلس طوعي لأنه في ناس تستسهل الربح وهون بيجي دور مرادف للكنيسة هو دور الرهبانات اللبنانية اللي هي قادرة تثبت كل اللبنانيين بأردن ليش اللبناني عم بفل لأنه ما عم بيلاقي شغل لأنه ما عم بيلاقي بات يسكن لأنه مش قادر يعلم ابنه لأنه مش قادر يفوت على المستشفى والجامعة والعقار هن ملك هذه الرهبانة طيب شو نقصنا؟ بعرف عم بيساعدو بعرف عم يعملو جهد ولكن مش كافي وإلا ما كانت الهجرة بتكون بهذا الشكل الفضيئ بس اليوم اعتبروا أنه هناك وكأنه سياسة للغاء هذه المدارس أو تدميرها خلينا نقول نوعا ما من خلال يعني مقارنتها بالباقي أو حتى شفنا يعني بيانات للمدارس الكاتوليكية مؤخرا بعد سلسلة الرتب والرواتب يعني فيه مطارح اعتبروا هناك يعني وكأنه حرب الغائية عليهم شوفي بنقرأ كتير عن كبار قضتنا الروحيين والزمنيين أحد رؤساء مدرسة الحكمة خلال الحرب العالمية ومن بعد ما فتتحت المدرسة بيجي مدير المدرسة عند البطرق مطران بيروت بيقول له نحنا السنة عملنا ربح على الأد مبسوط كان أول ردة فعل على المطران أنه نحنا ما جئين لعمل ربح هول تخصمون من الصوطة للتلميذ السنة الجاي واللي مش قادر مندفع عنه نحنا ما لازم نربح فهالرواية لازم تكون مسؤولة يعني أنا بتمنى هالروحية المفؤودة اليوم بتمنى على المدارسة الكاتوليكية والمسيحية بشكل عام ما بقى يحملوا الأهل أو حتى الإدارة أو القطاع التربوي أو اللي جان الأهل أو الأسادزة مسئولية وهموم شو عم يصرفوا شو عم يجيبوا ها مسئولية الكنيسة الأم يعني أنا بعتقد بأنه على الكنيسة تبعت وراء هؤلاء الرهبان والرهبات مبارح بسمع خبر أنه إحدى الرهبات سكرت مدرسة سانتاريس بفرن شباك وأجرتها بغض النظر لمين أجرتها مش هون الموضوع على الأقل إذا مانك قادرة تكمل برسالتك سكر الباب وما تأجر ياه مدرسة عمرة فوق المئة سنة مش منيجي نحنا منحولها لمرتع تجاري للأسف هيدا يعني السلوك يلي متبع صره فترة حدا بده يجي يحط إيده على الطاولة يخبط يقول وقفه هل قد هيك ما فينا نكمل هل الكنيسة جاهزة ما بعرف هل القادة السياسيين المسيحيين جاهزين كمان بقلك ما بعرف طالما ما بيحكم مع بعضهم طالما بعضهم يعني بيفوتوا بسجلات دايقة وصغيرة بالعودة إلى الملف السياسي استيزئيلي إذا منشوف اليوم بين السفير مصطفى أديب وبين نواف سلام شو اللي تغير ليش إجا تضو الأخضر لأديب هيدا اللي لنبي أول لقاءنا أنا وياكي إنه تقاطع مصالح إقليمية دولية وتصفية حسابات فرنسية تركية هيدا بالعنوان الخارجي بالعنوان المحلي بولا لحظة يعني كان عنا استعداد إنه نسدق بإنه السناء الشيعي ممكن يقبل بشخصية بتشبه نواف سلام نظراً لعلاقاته نظراً لحضوره نظراً لموقفه خاصةً أنه هو أحد أبرز الداعمين الأساسيين ومطلقي فكرة المحكمة الدولية وبالتالي نواف سلام قد يكون بمرحلة لاحقة بمرحلة بيكون فيها حزب الله لم سلاحه بيكون فيها انكفأ عن الهيمن اللي عم بسيطر عليها بإجاز اليوم الرئيس اللي رح يتكلف وأصلاً تكلف قبل ما قبل الاستشارات هو صنيعة الثناء الشيعي وتحديداً مشيئة حزب الله كمان يعني هل قيام الدولي بحكومة طوارئ مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات هي برأيكم اليوم الحل الوحيد لقيام الدولي عن عجزة الاقتصادي والمالي والاجتماعي ولتحقيق الإصلاحات المطلوبة اللي معتقد بأنه الإصلاحات تكفي داخلياً لانتشال لبنان من الخندق اللي هو فيه بيكون مخطئ لأنه في عدة عوامل بتخليك تنتقلي من مرحلة الانعدان الوجودة لأليك لأنه أنت صرت على قاب قوسين أو أدنى من أنه يعتبروك دولة مارقة أو دولة فاشلة أو دولة مفلسة غير موجودة على الخريطة فيه شي داخلي بدون ينعمل وفيه شي خارجي الخارجي هو بمين بدك تطلي إلى الخارج يعني مثلاً على سبيل المثال الحصر حسان دياب وحكومته بالفلوكا ما بيقدر يوصلوا عقبروس لأنه ما بيستقبلون ليش فرنسا اليوم فاتت على الخط لأنه بعد الفرنسا الوحيدة ما أدرجت حزب الله على أوصمنا فتوكا منظمة إرهبية وبالتالي هاي الحكومة الجاية بدا تشوف قديش قدرى تطل على الخارج قديش ممكن تعطي انطباع أو ثقة بأنه هي مش مهيماً عليها من قبل حزب الله طبعاً الكلب يقول بدنا ننطر لنشوف أنا ما بدي أنطر أنا من هلأ عمقلك إذا العنوان مبلش من هون من كيفية اختيار رئيسة من كيفية إخراج توليفة هذا الرجل بهالمرحلة ما فيك تجيب شخص إن كونيتو على الإدارة بهالمرحلة هالقد الصعب بدك حدا يكون أول شي عنده اتصالات عالية الرجل صار له سبع سنين سفير لبنان بألمانيا في كتير حكي على السوشيال ميديا في كتير إشعات في كتير روايات حول يعني كيفية تعطي ميوله إلى جانب الثنائق الشيعي ما رح توقف هون بس بدي أقول أنه هل هذا الرجل يصلح لهذه المرحلة لهذا السؤال بدنا نطرح هل هو قادر ينقل لبنان مما هو عليه إلى واقع أكثر ارتياحاً ثلاثة طيب طب على شو تكلوا حتى يختاروا هالمرشح بتعرفي دايماً في أشخاص بيكونوا يعني بالإجي أنت بتحطي بالإجي حتى تستعملي مصرياتها لوقت الحشرة في كتير أسماء بيكونوا حطينهم على جانب ونطرين أنه بهذه اللحظة نحنا ممكن نستعين بهذا الرجل أو بهذا الرجل وهذا وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل أنه عم جيب شخص ما عنده خبرة بالإدارة المحلية ما عنده خبرة بالإدارة السياسية اتصالاته طبعاً هو بحكم موقعه كسفير بإلمانيا صار له 7 سنين يعني معروف شو طبيعة عمل ووظيفته هاي دي كلها عنوين بتأشر لك على المرحلة عن تشكيل هذه الحكومة يلي تفضلت وقلت أنه اليوم وكأنه عم نرجع إلى عهد الرئيس حسان ادياب شكلاً وقال قلباً وقالباً هل الضغوط الدولية اليوم التي تمارس على لبنان يعني اللي بتربط تقديم المساعدات الطارة للبنان بها الوقت بإقرار الإصلاحات وبتشكيل حكومة جديدة بين هلالين بتنال سئة المجلس اللبناني وسئة الشعب والسئة الدولية اليوم المطلوبة لتحويل عنوين الإصلاحات إلى واقع ملموس بتبلش من الآخر أول شيء الشعب طبعاً غير راضي كلياً عن كل المسار الحاصل خاصة أنه لليوم الناس بعضها ناطرة خيط ما بدي أقلك بصيص أمل خيط يبين حقيقة ما حصل في المرفق أمر مش طبيعي انفجار بهذا الحجم أدى إلى استهداف نصف مليون لبناني نتيجة نهيكة عن الدمار والضحايا والجرحة والدمار النفسي على الناس وبعدين بعدين اللي اتدمر هن المؤسسات مش بس الناس يعني فلهلأ ما في شي يعني ما حدا عارف لا شو كان صاير بالمرفق لا مين مخزن لا لمين تعود هذه المواد لا مين أشعلها لا شون جابت لهلأ ما في شي وخوفي أنه تمييع هذه القضية ونحنا تعودنا بلبنان ما في استحاق بصير على البارد كله بصير على الحامة يعني خوفي أنا أنه لنوصل لإنتاج هيك حكومة نكون عملنا هيك حادثة بهذا الحجم بس كانت نتيجتك كثير يعني هل من المقبول أنه نسمع كلام الرئيس الجمهورية بيقول أنه أنا ما عرفت بوجود هالمواد إلا بآخر المطاف يعني البلد لمين متروك بإيد مين موجود يعني مين عم بيسير هالتفلط هالسلاح الموجود أو هالعبوات أو المتفجرات الموجودة شوفي نحن ما منكون عم نبالغ وقت المنقول أنه رئيس الجمهورية موجود ببعبدها وبس ببعبدها يعني وكأنه منسلخ عن الواقع المعاش ومش عارف شو عم بيصير أو إذا عارف عم يدعي ويقول أنه أنا ما إلي علاقة لأنه أنا إذا كنت بعرف مش من صلاحيتي بالرغم أنه هو وقت اللي بده كان عم يتدخل بكل شير دوير دي بالتوظيفات بالكازينو بالتشكلة القضائية أنا كان ما عم يتدخل أنه أنت ما فيك هون تتدخل وهون ما تتدخل نهيك عن أنه موقعية رئيس الجمهورية هو ليس فقط رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي يتحمل مسؤولية وإذا ما بده يتحمل مسؤولية بالقانون وبالدستور في مسؤولية معنوية حادثة بهيدا النوع كان يجب أن تطيح بكل التركيب السياسي وكان على الجميع أن يتقدم باستيقالته من رأس الهرم حتى آخر حاجب بمرفق بيروت هذا الأمر مصار ومثل دايما بنقوا كم موظف بحطوهم بالحبس بس لحتى يمتصوا النقمة عند الناس أنه لا نحن وقفنا عدد من الأشخاص كمين عم نقرأ وعم نسمع روايات حول التحقيقات الجهرية رغم أنه سرية حتى اليوم كيف عم تشوفوا مسار التحقيق هل هو مسار يعني بيروي غليل الناس يلي فقدت ضحايا أبرياء يلي فقدت ولدها هل رح نشهد على تحقيق شفاف مع محاسبة كل المؤصرين دون استثناء وأيضا التعويض على الضحايا والمتضررين مسارعة الدولة مسارعة الحكومة مسارعة رئيس الجمهورية حزب الله كل الأطراف أطراف السلطة بيرفضوا تحويل هذا الملف إلى تحقيق دولة هون بيخليك تبلش تشكك أنت بأنه هناك أسرار كبيرة تحوم حول هذه القضية وهذا الملف أي تحقيق بالداخل اللبناني أكيد لا لا يؤمن لأله لأنه اللي بدون يعملوا التحقيقات هن يموظفين عند هيد الطبقة السياسية وبالتالي هن بدون يتلققوا التعليمات والأوامير من هذه الطبقة السياسية اللي منهم مفترض أن تكون مسؤولة إذا ما صار في تحقيق دولة على مستوى دولة من قبل دول محترمة ذات باع طويل بموضوع التحقيقات الجنائية عبساً نحاول وأنا بقلك بكرة غداً يوم آخر واللي راح بتكون رحت علي أستاذ إلي بنقلك يعني الحمد لله على السلام لأنه بنعرف إنه بيتكن كمان تضرر جراء هالانفجار هل حدا طرأ بيتكن لكم لا يكون عم بيصلح عم بيضبط اليوم الناس نحنا على أبواب فصل الشتي بعد كم يعني ما حصل قدام دم القبلي يعني أنا كل ما بشوفها الطفلة أليكساندرا ما بقدر إلا ما اتخيل ابني قدامي يعني ما بعرف شو بدي قول لأهلا لأنه لا كلام بيشفي ولا تعذي بتشفي الوجع كبير القلم كبير قتلون مرتين للناس هاي الطفلة الملاكن قتلت كل يوم عم يقتلوها بس يفتزون طبعا ببيتها بألعابها يعني ما بقى فيه مكان آمن أنت وما كنتي بلبنان أنت معرضة طالما هذه المجموعة موجودة بالسلطة أنت معرضة بأي لحظة بارح كمان بخلدة شاب بيسود موع العين كل يوم نحنا مشاريع ضحايا بلبنان لأنه كما قلتلك نحنا بشريعة غاب والأقوى والغلبة هو للمنيشيا التي تهيمن على كل السلطة إذا منرجع كم يوم لورا منشوف أنه نحنا بعد يعني يومين أو ثلاثة رح يصير له شهر انفجار بيروت من شهر لليوم ما بيقطع أسبوع بدون أحداث أمنية بدون قرار حرب والسلم على زوء الجماعة بمشو البلد يعني كمان منرجع منشوف أنه تقريبا في أحداث لهذا الاستقرار اليومي وكأنه في حدا هو بيقرر السلم والحرب بلبنان غير الدولة اللبنانية شو ما صير هالأحبز؟ واضح حزب الله كل ما يكون عندنا استحقاق بدوا يعمل بلبل بدوا يعمل فوضى لحتى يبتزل السياسيين وقريت خبر اليوم ما بعرف قديش مدى جديته ومدى صحته أنه رؤساء الحكومة السابقين رضخوا لهذه المشيئة بدوا يعملوا مواجهة مع السناء الشيعي أنا طبعا من القائلين بأنه ما بدوا يواجهي في لعبيته لأنه السلطة هي مسئولية والقائد هو اللي بيواجه مش اللي بيتخبأ وبينكفئ صرلهم بيهديدونا بالسلم الأهل السنين ما نحن أصلا سلمنا الأهل أصبح مهدد وصرنا تحت سيطرة وسطوة هذه الميليشيا طيب شو بعد بدون إنه قادة 14 قدار يلي يغتلون من محاولة مروان حمادة وصولا حتى محمد شطح إنه إنه هيدا شو هيدا مش قتل يعني إلا إذا البعض رضخ بالكلية لمشيئة حزب الله وقرر يستسلم للحزب هيدا موضوع آخر لا بعد في ناس في لبنان مستعدة واجه طيب اللي صار بخلدي ووصف بميني حرب أهلية اليوم ليش هلقادع تتسارع الأحفاث وشو قرأتكن للرسالة يلي بريدوا يوصلوها شوفي أغلب الظن إنه انفجار بمرفق بيروت ما ما روى غليل من يريد تدفع باتجاه تشكيل حكومة على زوءه ومن هلأ عمقلك أنا بالرغم من إنه عم بي بدونيها حكومة مش حزبية أو مش تابعة على فريق سياسي من هلأ عمقلك سيكون لحزب الله داخل هذه الحكومة حتى لو جيب ناس بكرافات ما في شي بيغير حتى لو جيب ناس مش حملين بطاقة حزبية بس طالما الحزب هو الذي يعني يسمي هؤلاء أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبكل الأحوال حتى الغير شيعة سيكونوا يعني يخضعون لهذا الفريق لأنه اليوم الأفريقاء السياسيين كلهم من رئيس جمهورية حتى آخر حليف لحزب الله بيدوروا كلهم بفلك واحد وبالتالي نحن اليوم نفتقد إلى توازن بوجه حزب الله اليوم البطرق الراعي يقوم بهذا الدور يعني يقيم حد أدنى ولو من التوازن اللي لازم يكون ولكن لا يكفي من المفترض أنه القيادات السياسية الأحزاب السياسية كمان هي تلعب هيدا الدور إذا منرجع مئة سنة لورا منشوف أنه بعد مجاعة لـ 1914 والحرب اللي صارت بلبنان ولد لبنان الكبير اليوم بعد مئة سنة من وجع الناس من وجع الشعب عم بيكون فيه مخاض وكأنه لولادة لبنان الجديد مرة تاني ولكن بكيان أو نظام حيادي فاعل أو ناشط كما ذكر البطرق الراعي هل بتشوف التاريخ عم بيعيد نفسه هو بيشوف كان عندي أستاذ بالجامعة كان يقلنا التاريخ ما بيعيد نفسه الأحداث التاريخية هي اللي بتعيد نفسه لأنه بيقصدوا بالتاريخ الدات هلأ تذكرتها هيدا وقالتلي التاريخ بعيد نفسه لأنه نحنا دايما منعيد هذه العبارة من 1920 لليوم ما عشنا بسنوات استقرار بشكل كامل طبعا كان عنا مرأ قاضي رؤساء كبار كمين شمهون فؤاد شهاب حتى اليسر كيس بزمن الحرب عرفنا رؤساء قدروا سطروا هيك إدارة سليمة وعملوا نوع من سياسة بتحمي لبنان إلى حد ما بس بالرغم من هيك من 43 لليوم نحنا يعني 43 رجعنا بال58 رجعنا بال68 رجعنا بال73 اندلعت بال75 وبعدنا لليوم عم نعاني كل فترة أي طرح اليوم لتغيير وجه لبنان أو لتعديل الدستور أو لعقد اجتماعي جديد في ظل وجود السلاح سيدفع المسيحيين أكتر ناس رح يدفعوني المسيحيين التمن لأنه هن الأكثر ضعفا بهذه اللحظة التاريخية إذا بسلم سلاحه بشيل الفرد عن الطاولة حسن نصر الله وحزبه والميليشيات أهلا وسهلا منقعد على الطاولة ومنحكي بالتفاصيل طالما هن حاملين السلاح نحن رايحين إلى فرسنة لبنان يعني نحن رايحين إلى أكثر التساقا بهذا المحور اللهم إذا وعيوا بعض المسيحيين وشافوا أنه لأ نحن لازم نواكب البطريارك الرعي بما يقوم به وهم بدي يذكر بأنه من بعد الألفان البطرياركية المارونية بشخص مجلس المطارنة برئاسة البطريارك صفير عملوا نداء المطارني الشهير وكان إلى جانبهم شيء اسمه إرنت شهوان يلي وصلت بريستول وبعدين عملت شيء اسمه 14 دار نحن اليوم بحاجة لهذه المسارات يلي عملت بزمن البطريارك صفير لنوصل إلى ما يشبه إرنت شهوان أو شيء ما يشبه 14 دار اليوم هلي بتعتبر النظام الطائفي أو يعني النظام التوافقي أيضا هو عرقلي لحل الصراعات السياسية الداخلية خصوصا اليوم نحن بجو لا ثقة بالحكومة اللبنانية لا ثقة حتى بالداخل اللبناني بين يعني السياسيين وبين الشعب حتى كل اللي بيطرحوا موضوع الطائفي السياسية أو الغاء الطائفي السياسية أو مشاريع العلماني واللي بينادوا بالغاء الطائفي هني أكتر ناس بيستعملوا الطائفي يعني بدي أعطيكي مثل شرطة مجلس النواب عديدهم ما بعرف قديش مية بالمية روح يسأل لي قديش عدد الغير الشيعة في طيب ليش وقت اللي بدي تكون عند الآخرين بنصير بنحكي بالله طائفية وقت وقت اللي بتوصل لتوزيع المناصب والمكاسب كل واحد منهم بيتمسك بطيفته من الآخر هذا النظام تركوه وما تلغوا الطائفية وحاش تتحكوا عن الناس بقى وتضيعوا الوقت نظموا هذا النظام الطائفي اخوات حققوا وعطيني حق وخلصنا بقى حاج كل يوم بيطلعوا لنا بخبرية إنه الطائفية البغيضة وخيه بغيضة ومش قدرين نشيلها وشو بتعمل إنه اللي لقلي لقلي ولقلك وللي لقلك لقلك لحالك لأ ما بتصير هيك الأمور فنظموا النظام الطائفة وهيدا النظام إذا بتجي بتفكر فيه لو عن جد كان يعني عم يخاض وعم يدرس وعم يساس بشكل عقلاني ما كان بيكون سيء بالعكس كل عمرنا عايشين بستة وستة مكرر من الثلاثة واربعين ولا مرة حتى كانش في شي بيسموه المارونية السياسية ولا مرة الرئيس الماروني ما وقف على خاطر الرئيس الرئيس الحكومة ولا مرة ما كان فيه هيدا التكاملية تجاذب موجود تعددية موجودة ضرورة تكون موجودة بس إنه منجي نحن اليوم منحكي عن الطائفية البغيدة من مرسة بحزافيرة وبس تجي حقوق الآخرين من كلهم حقوقهم الكلام الأخير لرئيس الجمهورية بيأكد إنه هناك عدة جمهوريات داخل لبنان عن أي جمهورية عم بيحكي ويعني بيقول إنه يجب إعادة أحياء الجمهورية الواحدة حرفيا لأول مرة وبدأ استأذنك ما بدي يعلق لأنه يعني ما بقى يتعلق عشي كلام عم بيقوله رئيس الجمهورية لأنه يعني ما بعرف إذا منه شايف شو عم بصير أنا لحظة اللي بيطلع رئيس الجمهورية بيقول كنت بعرف أنا منس بيلاقي وقفتهم خلصتهم مشان هيك بدي يكون عندنا جرأة ونقول ما بقى في شي اسمه خطوط حمر كان على رئيس الجمهورية نستقيل فور حصول هذا الانتجار وما ننطر لليوم بس اليوم كمان في نظام عمره أكتر من 30 سنة يحمل هذه المسئولية أيضا يعني ليش كل العبء بدنا نحطه بيها العهد بوقت بيقول الرئيس عون أنه السبب اللي بيمنع العهد من القبض على فاسد واحد على الأقل بيقول أنه الطائفية هي اللي أقامت حدود للتصرف فهل فعلا نظامنا الطائفي هو أساس المشكلة بلبنان؟ مش مزبوط أبدا السلاح الفلتان الفوضى كان بالزمنات عندنا الفدائيين الفلسطينيين يلي حولوا لبنان إلى ساحة بدون يحرروا الإدس انطلاقة من لبنان رجع فات السوري لعنا رجع هلأ من أول وجديد الإيراني بوجود ميليشياته المشكلة بالسلاح لا بالنظام ولا بالقوانين عندنا أحلى قوانين بالعالم بس بدك مين يطبقه وردا على اللي قاله الرئيس الجمهورية ليش مين حامل الفاسدين؟ مين الشركاء للفاسدين يلي صللهم 30 سنة؟ مش هيدا السلاح؟ مش هو وفريقه وطياره طلعوا يقولوله نحنا منغطي لك سلاحك وعطينا مراكز وسلطة ووزارات ونواب؟ مش هيا كانت المعادلة؟ بدنوا يتحملوا مسؤولية قلوا على حدا منه يقول نتاج 30 سنة اوكي نتاج 30 سنة انت من 15 سنة بالسلطة انت صللك 15 سنة بتفوت عن نيابة وبتاخد الوزارات وبتعطل الوزارات وعطلوا رئيسة الجمهورية كرمالك وما مننسى الجملة الشهيرة لعيون صهره ما تتشكل حكومة عمين عم يتحكوا؟ عمين عم يتحكوا؟ كل ما حدا ايجا استلاه مركز بيقلك مخصني ومش انا ومش عدوري مش عدورك فل لانه الحكم هو استمرارية والسلطة هي استمرارية انت مفيك رئيس جمهورية مؤتمن وحيالف على الدستور تطلع تقول ما انا مخصني او انا كنت بعرف يعني اللي عم بيصير امر لم يعود مقبولا والمعالج اللي عم نعالج فيها والادوات اللي عم نستعملها ما بقى تصلح نتيجة الانهيار الكبير الحاصل اليوم كمطالبين بكل هالنظام انه يتغير يعني انتو كحركة تغيير هل شركتو بالثورة اللبنانية اللي اليوم عم بتطالب بوجوهها اكفاء بوجوهها بعيدة كل البعد عن يعني فينا نقول غاية اشخاص غير ملطخين بوباء الفساد فهل برأيك رح يحدد الشعب اللبناني مصير الصيغة الجديدة للبنان وكيف رح تستمر هذه الثورة؟ بعد ما بللش اسمه ثورة بلبنان هيد انتفاضة شعبية هيد اعتصامات بالمناطق هيد اعتراضات ولكن لم تلامس الثورة اثنين في مشكلة بتعنيها او بيعينوها بعض المنطفدين بالشارع وبيذكروني بخلفية بعض السياسيين اللي عم يتحكموا اليوم بدون يلغوا كل الناس على طريقة انه نحن مش معترفين بحدا ما بتزبط هات الامور لا في ناس خاض التجارب بالحكم بالنيابة بالوزارة ما حدا قدر يقول عنها انه هي مدت ايدها على المال العام او ما عرفت الدير هذه الوزارات وبالتالي هيدا الانتفاضة بده اعادة تقييم واعادة نظر من اول وجديد ما فيك تجي تقولي انت اليوم على سبيل المثال تقولي للقوات اللبنانية انتوا ما فيكوا تكونوا بالثورة او ما فيكوا تكونوا بالانتفاضة ما هني جزء وهني وقت كانوا عم يناضلوا بظل الاحتلال السوري وقائدهم كان بالسجن 11 سنة والشباب عم يغتالوا اغتالوا لهم 11 شاب شي بالسجون شي من بعض الخطف فين قتل تجي تقول للناس هيك لا انتوا ما فيكوا تكونوا معنا لا يعني مشن هيك عم قلك هذه الفوضى الحاصلة بمسار هذه الانتفاضة بده جلوس على الطولة مين بده ينظمها اليوم ما فيه قائد للثورة مشن هيك عم قلك ضرورة انخراط هذه الاحزاب يلي تؤمن بما نؤمن به يلي بتنادي بما ينادي به الشارع اليوم يقعدوا على الطولة لا ينظموا هذه الصفوف وإلا الفوضى بده تضل موجودة يعني حتى رئيس الجمهورية طالب وقال انه انا طلابت من الشباب بالثورة يتفضلوا على القصر لحتى نتفاهم ولا حدا وصل لعنده بنفس الوقت سمعنا كلام لبري كمان بيقول انه هو مع الثورة يعني وصلنا لمطرح الشعب فعلا هل قدي يقس من هالطبقة يلي صارت كلها مع الثورة او حتى مندمجة تحت اطار الثورة اللبنانية كرميل هيك عم قلك انه لحتى نقدر ننتج ثورة ما او نجح هذه الحركة الشعبية بدك تدعي كل الناس لتنخرط بهذه العملية بدك هذا الشارع بدهم يحميه بيحميه اذا كانوا متكتفين مع بعضهم البعض اما تراشق الاتهامات وانه نحن مننسب لقلنا فقط فكرة انه نحن اب وام واخت الثورة والبقيين هن من الخوارج او من الدخلاء على هايدي الثورة ما رح يمشي الحار رح تضل امور هيك والدليل انه بلش تضعف الامور على الارض والدليل اكتر انه حصل انفجار بيروت ما شفت حدا بالشارع زادوا خمسة ستة دولار على الواتساب الناس كلها نزلت بالشارع هون بدي اقلك شغلي اكتر شي زعجني اكتر من السياسيين اللي عملوه وتلكقهم وتقاعصهم هو انه بعض الناس تاني وتالت يوم شفتهم بأفراحهم بأعيادهم بسهراتهم بالأهاوي بالمطاعم ببعض المناطق اللبنانية بتحزني على هيدا المشهد يلي ما بيشبه عاداتنا وسقفتنا انا ابن ضيعة انا ابن عكار انا بذكر نحن وصغار يعني كانوا يعني الناس متعلي صوت الموسيقى اذا في حدا متوفى بالضيعة انا بذكر انا انا عايش بالمدينة اذا كان في حدا بالبنية متوفى او بالحي او اتمنى ندور التليفزيون لانه كنا نحس مع الاخر انه في حزن تب اليوم نحنا فقدت هالروحية اش بس فقدت ان عدمت شوفي احنا اعطيكي صورة تشبهية يمكن تقولي فيها مبالغة بس نحنا ما بقى ندقج راس كنيسنا صرنا على المكنة ما بقى يلتقى شاب يدق جرس الكنيسة نحنا جزينا مسكبة البقدونس قدام البيت حطينا محلة جزون نحنا شلنا العريشة يلي كنا ناكل منا عنب ونتفيا تحتها وعملنا محلة برجولا انا ما عم اقول مش لازم نرتب وضعنا هيدا الجيل ما بيعرف منين بيجي العنقود بروح بيشتري من السوبرماركت ما بيعرف انه التفاحة تنقطف من شجرة بعدنا عن ثقافة الارض نهار لي منرجع على ثقافة الارض ثقافة الرهبان القدماء ثقافة الدير ثقافة المونة ودايما بقلهم بحب اكتر شي فوت عبيت امي لانه بشم ريحة الطبخ ببيت امي بشوف ام بالبيت مش بشوف حدا مزور مزعبر للأسف تتطلع اليوم الام بدي تشبه بنتها والتاتا بدي تشبه حفيدتها صار الكل بيشبه الكل برجع بقلك انا مع طبعا التطور مع يعني التقدم باتجاه افكار حلوة بس كمان احنا خسرنا عاداتنا وهويتنا وسقفتنا كتير بشوف شباب بيتمسكوا باقوال لبشير جميل بدت ضل جراسنا ما بلاقي شاب بيعرف يدق جرس وهون بس لعطيكي مثلا اول شي ولادي اول ما بلشوا يكبروا علمتهم اول شغل علمتهم اياها كيف يدقوا جرس الكنيسة هلأ بتسأليني بعدهم اليوم عم بيدقوا جرس الكنيسة بدي بدي ولادي يبقوا بلبنان قبل ما يرجعوا يدقوا جرس الكنيسة وهون معلما يزعلوا مني لا الرهبان ولا الخوارنة ولا الكنيسة ولا كل التواقف المسيحية انا بس فوت ع ضايعة وشوف بيتباهى اهل الضايعة بانه عم بعمروا كنيسة عم تكلف مئات الالاف او ملايين الدولارات وبتطلع بشوف ما في مؤمنين بالكنيسة لا شو كرمال شو عم نعمر هالكنيس لا نزيد ع بعضنا كنيستنا اكبر من كنيستكن تب وان المؤمنين بهيد الكنيسة انا شو هم اذا عندي كاتدرال بالضايعة وولادي ما قادرين يتعلموا انا شو هم اذا عندي اكبر كنيسة واكبر صالون وفارشوا باحسن انواع الخشب والدكار اولادي عم بيهاجروا من لبنان لانه هالكنيسة مش قادرة تأملوا المقومات العايش في لبنان كل هول بدنا نعيد النظر فيهم وقال له نحنا رايحين الى زوال يعني هالصرخة اللي تفضلت وقلت فعلا نابع من القلب على امل ترجع الروحية واليوم بحب قللك رجعوا ببعض الضيع نشكر الله رجعت الناس تعمل المونة ولكن خوفا من المجاعة يلي اليوم مهدد الشعب اللبناني فيها يمكن معنويا بلشوا الناس يشعروا وبلشوا يخبوا منتهم للشتي بس بيبقى نقول انه طالما فيه اصوات منادية بالحق والعدالة طالما ما فيه خوف على لبنان استاذ قليب حب اختم معك يعني من ضمن هاللي عم تتقدموا فيها بمسيرة التغيير كيف تجلت مسيرتكن كحركة التغيير في لبنان وشو تغير بالرغم من كل الحواجز والعرائيل يلي كلنا منعرفها بتصيب هالمسيرة انا من سنة الخفزة وثمانين بنشط المدرسة بالجامعة الكل بيعرف انا وين كنت قبل سابقا انا تسعة عشر سنة كنت الى جانب العماد عون لانه كان فيه فكرة التحرير فكرة اللال الميليشيات فكرة اعرف عدوك السوري عدوك وبعدنا مكملين لليوم بقدر يوما ما على الاقل قدم نوع من بلان لولادي قالوا انحولت بس انا بقلك انا لليوم فشلت لانه انا لم احقق لا طموحاتي ولا احلامي على المستوى الوطني واللبناني عم نفقدها شوي شوي بقدر بقلك عم بحاول بزرع قدمة فيها هاد الافكار قداش بقدر بعدي ناس ممكن ولكن على المستوى العام انا اليد لحاله ما بتزقف بديك بديك جماعات سعد عقل كان يقول شاغلة حلوة يقول الفرد يخطئ الجماعة لا تخطئ نحن وقتل ما نكون كلنا سوا حاول عنوان واحد بشان هيك بترجع الى ثقافة القادة الكبار كاميل شامعون بير جميل بشير جميل شار المالك سعد عقل هاول الناس فؤاد شهاب هاول الناس يلي بنيوا فكرة لبنان واوقات بيقول لحاله هل نحن يعني الراحيب نعمله غلط كبير انو خلونا نعشق القادة لبنان هو ما بيستاهل هالقد نحبه بس انا ماني خايف لانو هاي الارض عطيت رفقة وعطيت شربل وعطيت الحارديني وعم تعطي مشان هيك بدنا نرجع لهيدي ثقافة الرهبنة ثقافة الرهبان وانا بذكر دايما انو الراهيب بيندر الطعا والعفة والفقر وبتمنى يسمعوني بعض الرهبان ويرجعوا لهيدي الثقافة لانو حتى كمان بعض الرهبان احده زيحوا شوي عن الثقافة وتعاليم الكنيسة قالوا يعني على امل دايما كلنا نرجع الى هويتنا الاساسية الى جزورنا الى ارضنا الى وطن الارض لبنان بدي اتشكرك استاذ إليه محفوظ يعني حضرتك رئيس حركة التغيير على امل هالتغيير يلي طال بينه يكون فعلا محقق ضمن الاستراتيجية المنشودة خلينا نقول شكرا لك على استضافة سورو يو تيفي دخل مكاتبكن شكرا للكم مشاهدي الفضائي سورو يو تيفي مع برنامج بك الحرية ملتأنا الاسبوع المقبل الى اللقاء اشتركوا في القناة